موسيقى مرحبا بكم مشاهدين كرام في الحلقة الثانية من برنامج وفي رواية أخرى التي نصدف فيها سعادة السفير نيكولاوس فاندام الدبلوماسي والأكاديمي الهولندي سابقا مرحبا بك سعادة السفير مرة أخرى الحلقة السابقة تحدثنا عن تجربتك في سوريا الشخصية تجربتك الدبلوماسية في العالم العربي في السفرات التي عملت فيها في العواصم العربية وحتى غير العربية وبالنسبة لسوريا تحدثنا عن مرحلة وصول حزب البعث إلى السلطة حكم حزب البعث وتشخيصك وقراءتك وتقييمك لوقع السياسي السوري أيام حزب البعث الآن في هذه الحلقة أود أن أتحدث عن بشار الأسد ووصوله إلى الحكم ولكن قبل أن أدخل مباشرة في هذه النقطة أسألك حافظ الأسد حكم سوريا لمدة 30 سنة كرئيس من السبعين إلى الألفين تقريبا تقريبا 30 سنة كيف تلخص وضع سوريا في نهايات حكمه؟ أو بالأحرى بصيغة أخرى كيف سلم حافظ الأسد عند وفاته سوريا إلى ابنه بشار الأسد؟ يعني خلال هذه 30 سنة الوضع كان نفس الشيء على الطول أظن من سبعين إلى ألفين طبعا كان في حرب حرب أكتوبر في 73 هذا كان مهم للغاية ولكن ما في تغيير كثير ما كان في تغيير كثير في سوريا يعني الرئيس حافظ الأسد حصل على جزء صغير من الجولان بينما مصر حصل على كل السناء ولكن أظن عادة الدكتاتور لا يمهد لخليفته ولكن هو أصلا كان يقصد باسل الأسد أن يستلم بالسلطة بعده وأقلية أو شخصية باسل الأسد كان مختلف جدا على ما أظن من بشار الأسد فهو ما سلم السلطة ولكن الرئيس أو بشار الأسد حصل على السلطة نتيجة وفاة الوالد ويعني كان عمر الرئيس كان ثلاث سنوات أكثر مما هو كان فغيروا القانون والدستور حتى هو استطاع أن يستلم السلطة وكان عمره بشار الأسد الكرام 34 سنة والدستور السوري يقتضب أن يكون الشخص المرشح للرئاسة 40 سنة فغيروا الدستور بحيث يصبح السن القانوني للإستلام الرئاسة هو 34 سنة فصلوا على مقاسه تماما نعم فكان فيه توقعات كثيرة أن النظام سيغير فالناس افتكروا أن الفترة فيما بعد سيكون أكثر ديمقراطيا أو أقل ديكتاتوريا وصار في حركات سياسية داخل دمشق داخل سوريا اللي أرادوا أن يمهدوا إلى سوريا جديدة ولكن بالواقع ما كان فرق كبير بين الرئيس الحفظ الأسد وبشار الأسد إذا تسمح لي سعاد سفير سنتحدث في هذه النقطة سنستفيد شيئا ما ولكن قبل ما ندخل فيها بالتحليل طبعا كما قلنا بشار الأسد يعني دستوريا لم يكن يفترض أن يستلم الرئاسة وأيضا أخوه اللي هو باسل اللي كان مرشح لخلافة والده توفي في حادث سيارة عام 94 لذلك لم يصل إلى الرئاسة ولكن أسألك هل كان بشار الأسد في هذه الحالة هو الأمثل لاستلام الرئاسة خلفا لوالدي لأنه كان هناك شخصيات قريبة من حافظ الأسد شخصيات مثل مثلا مصطفى طلاص مثل عبد الحليم خدام مثل فاروق الشرع وأخرون يعني أسماء كبيرة في القيادة السورية من قيادة حزب البعض أيضا ربما كانت أسلم أن تستلم الرئاسة للحفاظ على مصالح الطغمة الحاكمة أو الطبقة الحاكمة حينها هل كان بشار الأسد هو الأسلم أو الخيار الأكثر توفيقا لاستلام الحكم في تقييمك طبعا القضية كانت من رح يؤيد الرئيس الجديد من العسكريين لأنه هم مؤلوب النظام رح سوف يؤيدون الرئيس الجديد فإذا كان أحد الأشخاص اللي ذكرتهم فهم غير محترمين بنفس الاحترام مثل بشار الأسد ولا أقصد بشار الأسد ولكن أقصد بشار كوريث حافظ الأسد الأهم شيء كان بأن الرئيس الجديد رح يكون محترم من قبل الضباط ربما لو ما كان شخص مثل هو لكان في تنافس بين الفئات المختلفة أو بين الضباط المختلفة مختلفين فإحتراما للإرث احتراموا الإبن أكثر من آخرين اللي على كل حال رسميا وتقنيا كانوا أنصب للحصول على الرئاسة نائب الرئيس مثلا عبد الحليم خدام كان لفترة قصيرة جدا كان الرئيس المؤقت ولكن الاحترام له من قبل الضباط الأهم الضباط ما كان موجود فهذا كان بين الضباط بين وحدة النظام الاحتفاظ عن وحدة النظام هو كان أنسب للرئاسة مو من شان قدرته ولكن من شان الظروف للنظام نعم من من الشخصيات تعتقد كانت مرشحة يعني كان يفترى أن تكون مرشحة للرئاسة تحدثنا عبد الحليم خدام ربما المرشح الأبرز من غيره تعتقد أنه كان ممكن يكون سيناريو بديل أظن ما في بديل لأن كان لازم كان لازم يعني فيك فكرة أو في ذهن النظام أن يكون شخصية علوية شخص علوي اللي الآخرين المتنافسين افتراضياً أن يحترموه فلو كان عبد الحليم خدام لذباط ما احترموه مثل ما بشكل نفس الشكل كما احترمو بشار الأسد مو لأنه بشار يمكن ربما هم احترموا باسل كشخصية أقوى أكثر ولكن هو ما كان موجود فبشار هو اللي كان متوفر نعم هو كان الوحيد المتوفر حسن معلوماتك هل كان لعبد الحليم خدام مطامح في الرئاسة فعلياً أظن ما كان مطامح طبعاً يعني من لا يكون مطامح إذا كان يخدم النظام هذه الفترة الطويلة والرسمياً هو كان المرشح ولكن واقعياً مؤكماً إلى السلطة وهذا ما يفسر خروجه وانشقاقه وغروبه خارج إلى فرنسا حتى اشترك فيما بعد مع الإخوان المسلمين هذا بعيد جداً عن النظام نعم كيف ترى الفرق بين بشار الأسد كشخصية وحافظ الأسد كشخصية هل استطاع بشار الأسد أن يملأ الفراغ الذي تركه أبوه أظن لا لأن حافظ الأسد هو بنفسه بنى نظامه يعني ما كان يرث النظام هو كان النظام هو كان أحد أهم أشخاص النظام منذ 63 مع الاثنين اللي ذكرته صلاح جديد ومحمد عمران فهو كان يبني النظام نفسه على هذا الأساس كان محترم من قبل مواليه أما بشار الأسد ما عمله ولا شيء هو طبعاً دخل الكلية العسكرية تدرب كقائد مدرعات إلى آخر ولكن الوريث مو نفس الشيء كالباني النظام ولكن القوة لا تعتمد فقط على الشخصية ولكن على المؤيدين على استعداد المؤيدين الضباط المؤيدين أن يحترموه يعني الإحترام كان نوعاً من الكمبروميس طيب إن سألتك على الصعيد الشخصي كخصائص ومميزات شخصية الفرق بين الشخصين يعني فيه فرق كبير أظن حافظ الأسد ما كان جيد بالكلام إلى الخارج بالخطابات إلى آخر شيء رسمي بينما بشار الأسد يستطيع مثلاً في مقابلات مع الصحف مع الإعلام هو يستطيع بطريقة جيدة أن يجاوب كل الأسئلة بطريقة بدون ترتيب يعني أن السماعة لا يعني عادة لازم تقدم الأسئلة مسبقاً ولكن عنده هو يجيب بطريقة جيدة فهذا استطاعته أكبر بكثير من والده الوالده كان فقط فقط هو كان يحكم من وراء الكواليس والخطابات كانت خطابات رسمية بس مو مهنية كثير مفهوم جافة يعني نعم أكثر جافة نعم طيب غير القدرة على الخطابة والحديث مع الصحافة ومع المواطنين السوريين غير ذلك أين ترى التشابهة والاختلاف في الشخصية بين الرجلين يعني في مثل عربي ابن البط عوام يعني في سوء تفاهم سوء تفاهم بالنسبة لبشار الأسد يعني هو دراس في إنجلترا مثلا ولكن هذا لعدة سنين بس يعني هو كبر هو عاش داخل عائلته وكان يعيش في الكلية العسكرية قريب جدا من النظام هو داخل النظام فهو الفرق اللي تخيلوا فيه ما كان موجود يعني هو مثل والده مثل إخوته مثل أمه ابن بيئته ابن بيئته ابن البط عوام يعني هو ولكن افتركوا تخيلوا بأنه غير شخص لأنه عاش عدة سن سنين في لندن مثلا ما عاش عمر طويل يعني بخارج سوريا عاش سنوات قليلة توقع حتى أقل من سنتين في بريطانيا يعني أظن أقل ولكن هذا لا يعني ولا شيء أكيد فتخيلات بالنسبة التخيلات بالنسبة اللي كانت خاطئة على ما أظن هل حكم بشار الأسد كما أراد أم كما أريد له أن يحكم يعني كان موضوع هناك ربما أجندة أو خطة معينة أو نظام حكم ومشى عليه هو أيهما أظن الأثنين ولكن تدريجيا صارت هو يحكم يعني في بداية طبعا كان النفوذ الآخرين الضباط الكبار كان أكبر الحرس القديم يعني هما كان يلزمهم الرئيس الجديد والرئيس الجديد بالمقابل كان يلزم الضباط الكبار ولكن تدريجيا الحرس القديم ما سموه الحرس الكديم القديم كان قديم جدا يعني من ناحية الأمر فبدلوه بجيل جديد موالين له فهو بالأول كان يعتمد على الضباط أكثر مما فيما بعد وفيما بعد صار أقوى وأقوى ما الدور الذي لعبه مصطفى طلاص في عملية انتقال الحكم من حافظ إلى بشار هو كان كوزير الدفاع كان طبعا هو كان والي للرئيس الجديد ولكن تدريجيا هو كان أيضا ما كان له نفوذ كبير لأنه فقط ما مو فقط هو كان وزير الدفاع مدة طويلة جدا ولكن هذا لا يعني بأنه هو اللي يقرر ما ما يصير يعني كان بجانبي لوزير الدفاع ضباط أكبر منه أكبر من ناحية السلطة نفوذهم أكثر منه حتى لو كان أقل منه درجة أيها يعني في مثل في التاريخ البعثي في بعض الوثائق بأن مثلا ضابط ما ما عنده السلطة لأن الضباط الصغار كلهم العلويين وهم يتابعون شخص آخر في وحدة ثانية فهذا صار لمصطفى تلاس هو كان قوي ليش لأنه الرئيس سمح له أن يكون قوي ولكن لو عملوا أي شيء مختلف لكان لا سقط منه هو قيل أنه رمز سلطته كان نوعا ما رمزية نعم نعم طيب كما قلت قبل قليل كان هناك تطلعات كبيرة من قبل الشارع السوري وأيضا حتى من الخارج توقعت أنه الرئيس الجديد الشاب الذي درسه في الخارج قد تكون لديه ميورات ديمقراطية طموحات للإصلاح والتجديد والتغيير في سوريا وهو بالمناسبة لم يخيبهم كثيرا لنقول في السنة الأولى أو السنوات الأولى من حكمه أعطى بعض الإشارات بأنه يريد الانفتاح ويصبه للانفتاح ونتذكر طبعا ربيع دمشق 2000-2001 ولكنه سرعان ما تراجع عن ذلك ما السبب في قراءتك في عدول بشار الأسد عن ما أعطى عن الانطباع الذي أعطاه في البداية كأنه يريد الإصلاح يعني يمكن فعلا أراضي الإصلاح ولكن اكتشفه من فبعض بسرعة بأن العوانيات النظام هما كان ضد الإصلاح لأن هما خافوا بأن أي يعني إذا تخلوا عن أي شبر أو أي شيء من السلطة هذا بيكون بداية نهايتهم وهذا هو يمكن أهم سبب كما صار فيما بعد أيضا خلال فورة السورية هو يمكن أراض ولكن هو مرتبط بالضباط الذي يؤيدوه إذا هما لا يؤيدون أي مرونة بالنسبة للنظام هذا ما بيصير فهذا لب المشكلة بالنسبة للنظام أي أي تحسن أو أي تغير في النظام باتجاه أكثر ديمقراطية أو أقل ديكتاتورية يخافون بأن في آخر المطاف يخسرون الموقف يخسرون الوضع إذن أنا من خلال كلامك سعد السفير أفهم أنه هو أراد أن يدخل بعض الإصلاحات والتغيرات والانفتاح في سوريا والديمقراطية ولكن الحرس القديم أو أحمدت النظام رفضوا ذلك أو منعوه من ذلك هذا يصبط انطباعا أو افتراضا بأنه كان فعلا يريد الإصلاح في تقييمك أن شخصيا وذلك خبرة كبيرة في تاريخ سوريا وفي نظام البعث هل كان بشار الأسد فعليا راغبا شخصيا في الإصلاح في سوريا بمعزل عن الآخرين أيها أنا أعتقد بأنه فعلا كان يريد التغيير ولكن اكتشف بأنه لا هو مرتبط بالنظام هو مو مثل حافظ الأسد النظام نفسه ولكن هو مع القواعد العسكرية هذا هو النظام فإذا هو يعتمد على النظام والنظام أو أكبر الضباط لا يريدون فهو لا يستطيع مجبر فطبعا دائما في مباحثات بين الرئيس وبين الضباط وبين العسكريين فهو اكتشف من بأخر مطاف لا يستطيع أن يتغير أي شيء وهذا حتى اليوم نفس الشيء تحدثنا عن محاولات المحاولات التي وقدت للإصلاح داخل سوريا الإصلاح والانفتاح كان هناك نوع أيضا من الانفتاح على الغرب وانفتاح الغرب على النظام السوري تتذكر في بداية بشار الأسد السنوات الأولى كان هناك زيارات متبادلة بينه وبين عدد من القادة الأوروبيين هو ذهب إلى عواصمهم وهم ذهبوا إلى عاصمته إلى دمشق ما تفسير هذا هذا الانفتاح حال كان هناك أمل دولي فعليا غربي بالتحديد في هذا الشخص الجديد في هذا الحاكم الجديد لسوريا فعلا كان في أمل جديد مثلا هو وزار فرنسا الرئيس الفرنسي وواستقبل كبار سياسيين هذا كان فعلا كان في أمل ولكن الرئيس حافظ الأسد بغض النظر ما عمل الرحلات خارجية كثيرة هو أيضا استقبل الأمريكيين وآخرين يعني نقصنوا كسنجر فما كان في فرق من هذه الناحية ولكن الأمل كان بأنه بشار الأسد رح يغير أشياء في سوريا ولكن إذا نقارن زيارات قبل وبعد حافظ الأسد لا أعرف إذا فعلا في فترة بشار الأسد كان أكثر من قبل أعتبر حافظ الأسد من عمدة الشرق الأوسط خصوصا في النزاع العربي الإسرائيلي فما كان في فرق كبير ولكن الأمل كان هناك يمكن الأمل الغير مستحق على أساس فقط بأنه درس في أمريكا هم أيضا كان لديهم انطباع ثبت أنه خاطئ فيما بعد القادة الغربيين لا أظن في فترة التي هم استقبلوه فعلا كان في أمل بأن سوريا يتغير ولكن بالواقع لا تغير ولا شيء على ذكر إسرائيل التي ذكرتها قبل قليل كان هناك حديث أنه بشار الأسد في الفترة الأخيرة قبيل الثورة في 2011 2010 ربما كان قد وصل إلى مراحل متأخرة من توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل مع رئيس الوزراء بن يامي نتنياهو هذا الكلام تحدث عنها الدبلوماسي الأمريكي السابق فريدريك هوف الذي قال أنه شارك في وساطات بين البلدين بهدف التوصل للاتفاق سلام هل لديك أي معلومة بهذا الخصوص أنه فعليا سوريا قبيل الثورة في 2011 كانت قابق أوساني أودنا من توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل هناك ما يثبت ذلك أظن هذا الكتاب هو يعطي صورة عن المباحثات الغير مباشرة بين إسرائيل وبين سوريا أظن بالواقع الجانب الأمريكي أراد أن سوريا يغير مفقط الموقف بالنسبة إلى سوء إسرائيل ولكن الأمريكان أرادوا أن يغير كل الوضع السوري في الشرق الأوسط فمثلا أرادوا أن سوريا يتخلى عن الحلف مع إيران مثلا عن الحلف مع حزب الله ولكن في الواقع الموقف الإسرائيلي ما كان فيه غير موقف مفترض يعني الموقف الإسرائيلي أيضا من قبل كان إذا يعني نظريا رجعنا الجلان ما نحصل من سوريا ولكن هذا نظريا فقط بالواقع هذا ما رأيي وهذا ما أيضا نتيجتي استنتجت من هذا الكتاب هو إسرائيل أرادت أن تنفاوت من شان تفاوت مو من شان الحصول على النتيجة الانسحاب الكامل من الجلان لأن فعلا في الواقع إذا إسرائيل انسحبت من الجلان حتى بحيرة طبارية والرئيس حافظ الأسد قال أريد أن أحط رجلي في الماء يعني كان لهم سلام وطبعا السلام من الناحية العسكرية الجديدة مختلف لأن إذا في مثلا مناطق غير مسلحة مثلا أو إذا في سلام مع الأردن أو إذا في سلام مع مصر التهديد السوري يعني اليوم مثلا نشوف بأن سوريا في هجومات إسرائيلية أسبوعيا في حلب في دمشق في أي مكان فمن يهدد من فبالواقع إذا في سلام ما في تهديد فإذا فعلا أرادوا السلام بالاحتفاظ مع الجلان فهذا هو نتيجة قراءة هذا الكتاب أذكر فقط باسم الكتاب الذي تتحدث عنها سعاد السفير هو الوصول إلى المرتفعات للدبروميس الأمريكي فريدريك هوف الذي تحدثنا عنها قبل قليل السؤال الذي يجر بأن أسأله الآن في سياق الحديث عن السلام المفترض أو المتوقع بين سوريا وإسرائيل هو ما موقف بشار الأسد فعليا من مبدأ السلام مع إسرائيل هل هو شخص براغماتي عملي قد يوافق على السلام إذا كان في ذلك خدمة أو مصلحة لسوريا أو لنظام أو له شخصيا أم أنه شخص مبدأي يرفض تماما فكرة السلام مع كيان غاصب كما ينظر إليه ربما هو وهو إسرائيل صعب أن أكون متأكد ولكن أظن إذا هو في حالة إمكانية الحصول على الجولان كاملة فأراد أن السلام هذا ليس السلام الذي هو مقتنع به لأن السلام دائما صعب بعد الحروب الدموية وسابقا أيضا النظام المعثي ما أراد السلام ومثل ما أكثرية العرب ما أرادوا السلام مع إسرائيل ليش لأنه تهجير الفلسطينيين الاحتلال السلوكية الإسرائيلية بنسبة الاحتلال في الضفة الغربية ولكن أيضا في الأراضي قبل سوعة ستين فيقال في بعض الغرب في الغرب بأن لو كان في ديمقراتيات في العالم العربي لكان السلام أسهل أعتق بالعكس إذا كان في ديمقراتيات في العالم العربي فالناس استطاعوا أن يقول ما هم يشعرون به ففي هذه الحالة بالعكس لا يريدون السلام مع إسرائيل ولكن مدام إسرائيل موجود تدرجيا في مصر مثلا أو في الأردن الفكرة مقبولة بأن الواقع لازم نقبل به ولكن طبعا مو بالشكل اللي لا يقرر العدالة للفلسطينيين فمثلا يقال أيضا من الجانب الإسرائيلي هم ديكتاتوريات العربية هم استغلوا القضية الفلسطينية حتى يكون لمصلحة سلطتهم ولكن ما في لزوم إلى القضية الفلسطينية للدكتاتوريات حتى يحتفظوا بسلطتهم توقف سعد السفير الآن عند فاصل قصير ونعود مشاهدين دقائق قليلة ونوصل في برنامجنا إلى اللقاء أهلا بكم مجددا مشاهدين كرام سعد السفير متى كانت آخر زيارة لك إلى سوريا آخر مرة في أيلول سبتمبر 2010 يعني قبيل الثورة قبيل للثورة نعم طيب أنا أريد أن أكتبس مقطع من كتابك تدمير وطن الذي صدر عام 2017 تقول فيه عندما زرت دمشق آخر مرة في التاريخ الذي تحدثت عنه قلت لم أتصور أبدا أن ثورة ستندلع في البلاد وتؤدي إلى حرب دموية كارثية دكتاتورية النظام السوري إضافة إلى رفضه أو فشله في الإصلاح تسببت في انفجار الوضع الذي كان يبدو ظاهريا ظاهريا على أنه آمن هل فجأتك ثورة السورية فعليا فجأتني ثورة السورية وأعتقد بأن إذا ما كان في ما يسمونه الربيع العربي في بلدان أخرى مثل تونس ومصر وليبيا بأن كان في ثورة في سوريا ولكن السوريين على ما أظن تخيلوا بأن استطاعوا أن يجري شيء مشابه في سوريا لأن الرئيس حسني مبارك تخلى عن السلطة خلال أقل من ثلاثة سبيع بعدين الدول الغربية هاجمت النظام الليبي وأسقطوا النظام الليبي وأغتيل القائد ثورة الليبي معمر القفافي فهم تخيلوا إذا هذا هناك يمكن نحصل على تأييد غربي وهي ربما الرئيس بشار الأسد ينسح يتخلى عن السلطة ولا نفس زين العبدين بن علي أيضا زين العبدين طبعا لا هو هرب أيضا فهذه الأمثلة أعطت الشجاعة أو التخيل أو الفكرة عند جاء الوقت لإسقاط النظام أو يمكن يسقط نفسه ولكن حسب رأي مرأي الشخص اللي يعرف أو يفتكر بأنه يعرف النظام السوري بتعمق يعني يقول بأن الوضع في سوريا مختلف تماما هذا هو السؤال تماما كيف تختلف سوريا عن باقي الدول العربية التي شهدت ربيع عربين وثورات ونجحت ثوراتها بأشكال متفاوتة ماذا يميز سوريا لماذا فشلت الثورة هناك بالأول النظام السوري تركيبه يعني تركيب النخبة سياسية علوية عصبية منكمشة قوية جدا اللي في الماضي ولا أبدا سمحوا أي معارضة حتى داخل النظام يعني الشخص اللي كان مشتبه به اقتلوه يعني يقيل الانتحار بالطلقتين يعني هما اقتلوه فما كان في أي سلطة بالبرلمان كان في بعض الجبهة الوطنية القومية بس ما كان الأحزاب غير البعث أي سلطة بعدين أعرفنا اللي يعرف الطريق طريق مثلا مجزرة حما في 1982 ما هو النظام ما يمكن النظام أن يعمله يعني الإخوان المسلمين ابتدئوا باغتيال علويين منذ 2076 لغاية 82 يعني هما بتغيروا نستطيع نشجع على ثورة شاملة ولكن الجيش يعني إذا الجيش كان مشكل بالطريقة مختلفة يمكن كان في إمكانية ولكن بهذه طريقة النظام كان عندها نصف قرن كوب بروف يعني هما كانوا يضمنوا أنفسهم ضد أي انقلاب عسكري فالنظام السوري التاريخ السوري كان أكثر بكثير دمويا من أي نظام آخر من هذا هو الفرق الكبير قصدي من هذا الكلام أن عدد من العوامل التي تفضلت بها تشترك فيها سوريا مع الدول الأخرى وإن بتفاوت ربما العامل الوحيد الذي يميز سوريا هو العامل الطائفي تركيبة النظام الطائفي هذا أكثر شيء يميز الوضع في سوريا عن باقي الأوضاع في الدول العربية فيما يتعلق بالثورات هذا صحيح بدون العصبية الطائفية يمكن النظام ما كان موجود اليوم هذا العامل كان يقرر هذا كان عاملا مميزا وقويا للاحتفاظ بالسلطة وطبعا كان في فرق آخر السوريين المعارضين افتكروا بأن المجتمع الدولي سيؤيدهم ولكن بعد إسقاط النظام القذافي ما كان في أي إمكانية للأمم الاتحاد لمجلس الأمن أن روسيا تؤيد أو تسامح أي قرار بتدخل العسكري في سوريا صحيح هذه نقطة أخرى تميز سوريا عن باقي الدول لأنه كان هناك موقف دولي وتدخل دولي في بعض الحالات في سوريا لم يحدث هذا طيب تحدثنا عن إخفاق الربيع العربي أو الثورة السورية أو إرهاصات إخفاقها في البداية لنتحدث شيئا عن فشل النظام السوري نفسه في مواجهة هذه الثورة تاريخ النظام السوري كما تحدثنا في الحلقة السابقة في هذه الحلقة فيه أمثلة كثيرة عن نجاحه في إخماد أي ثورة أو تحرك شعبي والأمثلة عديدة أشهرها وأبرزها مجزرة حماة لماذا في هذه المرة فشل بكل جبروت ودمويت أن يقمع الثورة السورية رغم عشرات ومئات الألف من القتل الذين سقطوا فيما بعد أحد العوامل هو تأييد المعارضة السورية أو بالأخرى المعارضات السورية من قبل دول عربية وأجنبية يعني سابقا عندما كان في مجزرة حماة ما كان في أي تأييد للإخوان المسلمين ولكن في هذه الحالة كان في تأييد مسلح من قبل بعض الدول العربية التي أرسلت مليارات الدولارات قيمة أسلحة عبر الحدود التركية مثلا طيب صحيح ولكن هذا لم يحدث منذ البداية هذا حدث بعد عدة أشهر من بداية الثورة أنا أقصد هنا بداية الثورة يعني الأشهر الأولى والأسابيع الأولى من الثورة كيف فشل النظام السوري بكل جبروته وأجهزة القمع المتعددة عنده أن يؤد هذه الثورة حينما كانت سلمية فقط كان هناك شباب مواطنون عاديون يخرجون إلى الشارع ويتظاهرون نعم بدون أي سلاح نتيجة التطورات في البلدان الأخرى في المنطقة اخترق جدار الخوف عند المعارضين ما كانوا خايفين أنا شخصي لو كنت خايف لأن نتيجة معرفتي من النظام ولكن ما كانوا خايفين وفعلا أملوا بالتأييد الغرب وبعض الدول العربية وأكثرية الدول العربية وأيضا العربية قالوا بأنهم يؤيدون بأنهم يؤيدون المعارضة السورية وأولا قالوا لا نريد إسقاط النظام ولكن نؤيد الفكرة بأن سوريا ستكون دولة ديمقراطية ولكن بعض الدول اللي أيدت هذه الفكرة علنيا بالواقع ما كان هذا ما كان ودفهم ولأن نظام أنظمتهم ما كانت ديمقراطية أبدا فبعض الدول الغير ديمقراطية أيدت الفكرة الديمقراطية في سوريا فهذا فقط أو بالخصوص لإسقاط النظام لتغيير الميزان القوى مثلا تركيا أرادت بالأول عمله جهد كبير يعني بإقناع الرئيس بشار الأسد يعني زاروا هما ساعات طويلة ولكن في آخر المطاف هما أرادوا نظام إسلامي مثل الإخوان المسلمين أيدوا تركيا أرادت ذلك أي تركيا أرادت شيء مشابه مثل تركيا لأن تركيا أصلا كانت دولة علمانية ولكن تدريجيا صارت دولة مهيمة قصدك تركيا أرادت أن تغير نظام الأسد وتحل محله تضع مكانه نظام شبه إسلامي أو أنه بمشاركة الأسد يعني حزب إسلامي مثلا الإخوان المسلمين يشاري كل الأسد في الحكم لا ما كان المقترح التركي أو الرغبة تركية هم أرادوا بالواقع مو بالبداية ولكن بعد ما فشلوا بإقناع بشار الأسد هم أرادوا إسقاط النظام طيب هذا فيما تعلق بالموقف التركي أود أن أسألك عن نقطة تم الحديث عنها كثيرا جدا خصوصا في بداية الثورة أنه هل كان هناك إمكانية لتفادي ذلك الانفجار والدموية التي وصلت إليها الثورة السورية والوضع في سوريا أو كما تسمي أنت الحرب الأهلية في سوريا هناك من يرفض هذه التسمية أنت تسميها بشكل واضح الحرب الأهلية في سوريا طريحت فكرة أنه إذا كان النظام السوري قد أنصت لمطالب الشارع وربما أدخل بعض الإصلاحات كان ليتم تفادي تلك الأحداث الدموية وأود هنا أن أقتبس من كتابك أيضا في صفحة 66 نتوقع نعم 66 تقول في هذا السياق إذا افترضنا أن نظام الرئيس بشار الأسد قام بإصلاحة واضحة في البداية في 2011 هل كان ذلك ليرضي المعارضة تطرح تساؤلا وترد ربما نعم على المدى القصير لكن على المدى البعيد تعتقد أن المعارضة كانت ستطالب بالتأكيد بمزيد من الإصلاحات التي تضمن ديكتاتورية أقل وحرية أكبر وبالتالي مشاركة النظام في الحكم سؤال إذن هل كان النظام ليقبل بذلك إذا وافق على أي إصلاحات سينتهي بالمطاف إلى مشاركة المعارضة في الحكم وبالتالي يعني ينهار النظام أعتقد أن النظام أراد اشتراك أو كان كان مستعد لقبول بعض المعارضين في الحكومة حكومة وطنية ولكن مو بمراكز حساسة يعني كانوا يقبلون نظريا وزراء من المعارضة ولكن دون أي سلطة اللي يؤثر على سياسة أو موقف السلطة والنظام يعني بشكل شكلي فقط شكلي فقط أظن هذا فعلا إذا كانوا يتفاوضوا مع المعارضة المعارضة أراد فعلا إسقاط النظام يعني الموضات المتظاهرين كانوا مو ببداعي بس بعد عدة أشهر كان في بعض السلوغان شعارات شعارات الشعب يريد إسقاط النظام أو الشعب يريد إعدام الرئيس وحتى اليوم المعارضة إذا تريد أن تتفاوض تريد أن تتفاوض على أساس تصفية النظام ومحاكمة النظام ففي الواقع إذا هذا النظام أقوى من المعارضة من الغير واقي حسب رأيي أن تطلع عندك شروط للتفاوض التي في آخر المفاوضات تعدم الطرف الآخر فهذا هو حتى يعني المعارضة مثلا تقول إحنا لا نتخلى عن أهداف الثورة والثورة هي إسقاط النظام وتغيير النظام والمحاكمة محاكمة النظام وهذا هو غير مقبول من قبل النهام وبالتالي لن يتفاوض عليه لن يتفاوض عليه كانت هناك محاولات للحوار بين المعارضة والنظام في البداية في البدايات كانت هناك محاولات من يتحمل مسؤولية فشلها يعني أضمن الجانبين الجانب المعارض أراد أكثر من ممكن مثلاً أرادوا الحرية بالمعارضة بالمظاهرات أرادوا انسحاب العسكريين إلى الثقنات ولكن إذا عندك الحرية حتى في هولنة ما في حرية للمظاهرات هذه محدودة حتى في ديمقراطية هذه مظاهرات محدودة يعني أرادوا المشكلة أظن في كل العالم ولكن أيضاً في العالم العربي إذا تريد أكثر مما هو في هذا الوقت اللي هو واقعي تنتهي بيمكن أقل مما كان عندك قبل ما ابتدأت بالمظاهرات أو مفاوضات هذا ما صار أيضاً في العراق أو في مكان أخرى المشكلة مين عنده السلطة ومين يريد أن يتخلى عن السلطة مثلاً بالأول المعارضة أرادت أن تقبل بوزراء السوريين اللي عيديهم غير ملطخة بالدم هذا الشيء معقول جداً ولكن المشكلة بأن الرئيس يمكن هو نفسه ما عنده أيدي بالمضطخ ولكن طبعاً تحت مسؤوليته طبعاً والرئيس قاد على الجيش هذا كل شيء جارة تحت مسؤوليته ولكن لازم أضيف إلى ذلك بأن أنا دايماً كنت أشجع الحوار ولكن المعارضة بالبداية رفضت الحوار ولكن الحوار الفاشل أحسن من الحرب الفاشلة طيب هذه نقطة مهمة جداً أريد أن أستوضحها منك سعادة السفير في أبو ألفيك وفي كل دراساتك ومقالاتك التي تنشرها دائماً تقول ربما في نفس الفقرة أو في نفس الصفحة تقول أن أنت من أكبر الداعمين للحوار وأن الحوار ضروري مع نظام السوري في نفس الجملة وربما في نفس الفقرة تقول بأن لو كان هناك حوار مع نظام السوري بالتأكيد كان سيفشل لأن نظام السوري غير قابل للحوار ولن يتنازل عن السلطة أبداً أليس هناك نوع من التناقض وغير الوضوح في الفكرة تؤكد على ضرورة الحوار وفي نفس الجملة تقول بأن الحوار لن يؤتي بنتيجة يعني أقول يمكن أقل واضحاً بالتأكيد سوف يفشل ولكن في بعض الآن هناك معجزات فلذلك أقول إذا كنت طرف الأضعف يعني إذا تريد مثلاً تقتل الأسد بصدفة نفس الاسم من الرئيس السوري ولكن إذا تريد أن تقتل أسد لازم تكون أقوى منه حتى لا تقتل نفسك فأنا منذ البداية أفتكر إذا في خطر على النظام الخطر يجي من الداخل وحتى الإمكانيات من الداخل قليلة ضعيفة جداً لأن أي واحد يرفع رأسه لي يتآمر على النظام يمكن يقتل يعني دايماً في خوف من أي شيء من أي ارتباط ب صحيح ربما يكون متناقض ولكن الواقع مختلف إذا أنا قلت قبل إحداشر سنة يعني أحسن الحوار و عشرة ألاف قتيل أنا ذاك من عدم الحوار و تلات مئة ألف قتيل هذا ما قلت قبل ما كنت تتخيل ولا أبداً سيكون أكثر من دس مليون طيب ولكن أطرح عليك السؤال مع ذلك هل كنت لتضمن أنه مع الحوار لم يكن عدد القتل ليصل إلى 300 ألف أو 400 ألف ربما قد يكون أكثر حتى مع الحوار لا إذا كان في يعني أنا أضافت لازم يكون في وقف إطلاق النار إذا كان في مفاوضات فإذا كان في وقف إطلاق النار ما في قتيل ما في شهداء القصد من كلامي أنه وأنت أدرى بالتاريخ السوري مني ومن كثير من المشاهدين ربما يعني مع نظام السوري هو معروف أنه نظام دموي ونظام لا يتنازل عن السلطة طواعية فبالتالي أي نوع من الحوار معه سيكون حتميا فاشل وإن هو دخل في حوار إما لكسب الوقت أو للمراوغة أو لإضعاف الخصم فقط وأنه دموي تقادر على أن تصل إلى عشرات ومئات الألف من القتلى حسب أنه مهدد في أمنه واستقراره وهذا ما حدث يعني لا لأن المعارضة استمرت بالمعارضة وبالهجوم المعكس على النظام بتأييد خارجي وهذا التأييد الخارجي فعلا بالواقع أمد أو تطولت الحرب يعني بدون هذا هذا التأييد الحرب قد انتهت من زمان يعني حتى اليوم فاليوم مثلا في إدلب في هيئة تحرير الشام في الشمال في جيش الوطني في الشمال الشرقي في القوات الديمقراطية شاسمه السورية الكردية بالأصل فالآن الوضع جامت يعني ما في تحرك ما في تغيير في الجبهات أقصد مثل ما قلت بالنسبة لي إذا تريد أن تنتصر لازم تكون أقوى وإذا ما تكون أقوى لازم تنتصر الفرصة هل أخطأت الثورة السورية والمعارضة السورية الطريق وأين نعم مو بالنسبة لمظاهرة السلمية لا وقت اللي هما بدأوا طبعا الجيش الحر أو هذه القوات اللي انشقوا على الجيش هذا كان نوعا ما الدفاع النفسي يعني ضد يعني أخطو بابتداء الحرب العسكرية هذا هو كان خطأ كبير لأنه منذ البداية حسب تقييمي سوف يخسرون هذه الحرب وحتى ما عرفته مسبقا طبعا ولكن التأييد العسكري الأجنبي والعربي ما كان كافي ما كان كافي لهزيمة النظام أيضا بعد الوعود من قبل الرئيس أوباما مثلا وكان يتكلم عن الخط الأحمر وأن ما صار هما اخترقوا هذا الخط اللي هو استخدم سلاح كيموي هو ما عملوا شيء هذا أعطى الإشارة بأن نستطيع نعم على أي شيء هما لا يعملوا شيء أيضا كانوا سياسيين غربيين إذا أرادوا أشياء اللي مسبقا عرفوا بأنه غير مستحيل فمثلا أرادوا المناطق الآمنة هذا لا يعني لازم تؤمن هذه المناطق بطائرات مثلا هذا يعني الاشتباكات مع الروس مثلا أرادوا الطرق للتأييد الإنساني المؤمنة الممرات الأمنة الإنسانية يعني أشياء أخرى في منطقة آمنة مثل ما صار في العراق عدم طيران السوري مثلا ولكن هذا لازم يكون في تأمين من قبل الغرب مثلا تركيا أنا سألت مرة في تركيا ليش ما تعملون بأنفسكم أن تؤمنوا هذه المناطق نريد على الأقل خمسة طرف اللي تشارك معنا خمسة طرف دولية دولية بما فيهم تركيا فهم قالوا شيء ولكن ما عملوا شيء هم هم ما أرادوا المجابهة مع الروسيا مو فقط لأن الروسيا تدخلت عندما كان النظام يترنح صحيح هذا حدث في 2015 نعم طيب شكرا جزيلا لك سعد سفنة توقف عند هذه النقطة لنوصل باقي النقاط في الحلقة المقبلة نلتقيدا في الأسبوع المقبل شكرا لكم أيضا مشاهدين كرام اللقاية تجدد في الحلقة المقبلة الأسبوع المقبل كان معكم بدري دين الصيخ سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة